السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا سنتقلم على واحد النقطة اللي هي مهمة مهمة بزاف للناس اللي هما كيف يفكروا في الهجرة للدولة الإيطالية بطبيعة الحال. وكاني بزاف ديال الناس اللي هما جايين سواء على تركيا سواء على البحر سواء لا 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 المهمة علينا للناس اللي هما داخلين الناس اللي هما دخلوه في هذا الفيديو هدك غادي يفيدكم. كنتمنى انكم يعني تفرجوا حتى التالي ديال الفيديو. وما تنساوش يعني كومونطاير يلعج بك يلعج بك الفيديو. ما كان قللكش يعني دير كومونطاير ولا إلس افتفرجتي وستفتي خلي لايك وسبسكرايب وشي كومونطاير باش كي يطلع الفيديو للناس الثانية حتى هي تستفد قبل ما تحطر جليها في الدولة الإيطالية. ففي هذا الفيديو غادي نتكلمو عن للوجوه الإنساني. اللوجوه الإنساني بالنسبة لمغاربة حاليا في الدولة الإيطالية. من بعد ما طلعت الرئيسة لإيطاليا الجديدة. قالت بلي انه ما يمكنش يعني يعطيه اللوجوه الإنساني لمغاربة بحكم أن الدولة المغربية دولة آمنة ما فيها حتى شي حاجة اللي تخلي الناس هاجر. يعني ما كان لحرب ما كان حتى شي مشاكل اللي تخليك أنك تهسك ديالك وتحرك كتقلب علاش. وانت بلادك فيها كل شيء موفر دولة سياحية ما شاء الله الصورة ديالها في العالم. يعني صورة مزيانة. المنتخب كذلك خلى العالم كله كيهضر على المغريب. مراكش مجموعة من الأشياء اللي يعني زوينا على المغريب. والحمد الله هذا فخر لنا أن المغريب كيقولوا عليه حاجة زوينا يعني البلدان الثانية والخصوص الدول الأوروبية يقولوا على المغريب أنه دولة آمينة ودولة متقدمة دولة متحضرة دولة آآ سياحية مئة بالمئة فيها مجموعة من الأشياء اللي هي زوينة الحمد لله هاتشي كلهم زيان زوين كان فتاخروا به ولكن انت كمهاجر يعني كواحد هاجر من أجل أنه يعني يخدم ويحسن الوضعية دياله وتطلق مع هاد الهضرة هدي كتجيك شوية قاسحة ولكن في حداتها هي كتخليك تحسب أنك يعني كاين فمزيني كاين ديال الصح بالإن البوهب لابا فشكت تدخل نتال إيطاليا ضروري غدا تبصم لأنما يمكنك تبقى حراقي من البني كشدوك البوليس كيعددبوك شوية يزوج من هنا ويضعك لها ويزوج من هنا ويضعك لها ويبقوا يمشون فيك فبالتالي كتجيك برأسك كتجيك تبصم كتبصم تبصم الأولى تبصم الثانية الثالثة كي أعطيك واحد رجي فولتا اوكي رجي فولتا هي واحد الوريقة المهم لديك الوريقة هذيك من بعد واحد 60 يوم يقول لك بإمكانك تخدم بها قانوني ما تقعش يعني خدم غيف النوار ولكن كان صح يعني الشباب اللي هما داخلين من يدخل بيريك تومونسير قلب على خدمة غير باش نكونوا واضحين را ما غدخلش وتلقى الطريق تفرشها بالوريقة ما غدخلش يعني كي غدتحط رجليك في إيطاليا وغايجي والناس فخي يقول لك أجي تخدم أخويا أجي أخويا تسكن أجي أخويا عمدا كيناش عرا غادي تتكرفص في اللول وخصوصا إلا ما كانش عندك الآائلة ديالك اللي غادي تساعدك في هات تتكرفيص ديال بالصح ولكن هات الشي ما كيوقفش في وجه الرجال يعني اللي هما أولين على كل شي مستعدين لأي حاجة وبغيني يحسنوا الوضعية ديالهم وبغيني يساعدوا والديهم وبغيني ينقضوا رأسهم إلى غير ذلك رقم ما أن يعني ما شي شيء قد غد نقض رأسك ولكن مهم أحسن من أنك تكون غير جالس على المجتمع فمرحبا بك في إيطاليا ولا في أي دولة تانية تقدر أنك تخليك يعني تعطيك واحد نفس جديد وتخليك تحرك وتخليك تخدم على رأسك وتكون رأسك وتجمع رأسك فماشي هذا هو موضوعنا ولكن المهم نركزوا شوية على اللجوه الإنساني قلنا أنه دولة الإيطالية موقعش كتعطي اللجوه الإنساني فمن بعد ما كاتب الصم وكعتوك ذاك ريجيفولتا وانت كم ما تدخل قبل من تشد ذاك ريجيفولتا حاول ما تقلبها لأن الداليا كينا فيها الخدمة وخاهم يعني الناس يعني الوافدين فاش كي شدو ذاك الخدمة من الإيطاليين كي يستغلوا الناس المهاجرة اللي مازال ما عنداش الوراق وكي يخدمهم بواحد راتي بواحد ثمن اللي هو بخص يعني ماشي ذاك الثمن اللي يزوين ولكن ماشي مشكلة دا مازال حارق وبالتالي ما تقدرش تطالب بالحقوق ديالك فكت خدم بالثمن اللي غادي يعطي وكل مهم هو أنك توفر واحد المبلغ باش تكري باش تتاكل وفي نفس الوقت إلا جاك رفض من المحكمة لأنها ضروري كمغريبة غادي يجيك رفض كي ما قلت لكم كي يقول لك المغريبة دولة آمينة وبالتالي ما غاديش نعطيه وكي يعني اللجوء إنساني فغا يجيك رفض مني كي يجيك رفض عندك وحد المدة ديال الخمستاشر يوم تكون درتي فيها محامي باش كي يطعن في ذاك الرفض ديال المحكمة إلا ما درتيش محامي وبقيت غادي هكا كيقدر يشدوك في أي لحظة ويكون مشكل كبير بالنسبة لك فمن الأحسن يعني مني كي يجيك رفض في ذاك الفترة هذي ديال الخمستاشر يوم المدة ديال الخمستاشر يوم تمشي الدير محامي والمحامي يعني باش تدخل عنده درتيش محامي ويقدر يساعدك بعدها يدير طعن في الرفض ديال المحكمة وتبقى خدام زيان هو هذك وتبقى متبع مع المحامي وطبيعة الحال حتى يشوف لك شي حل اللي يقدر يخليه يخليهم يعطيك لوريقات ديالك بإمكانك تحرك بهم في أي مكان وتدخل المغرب وتخرج ما عندكش مشكل فهذه أول حاجة يعني الإنسان يخدم يجمع مصيرا يفاك يدخل ويكون يعني عوال على المحامي وتاني حاجة اللي غن نصحكم بيها وهذه يعني أنا نصحوني بيها داخل المحكمة مني تدخل حاول ما أمكن تعلم اللغة الإيطالية تعلم اللغة الإيطالية ومني يعطيك دقري جيفولتا وتدوه الشهرين وتكون عندك الحق تخدم بها قانوني تكون جاهز ومقلب وراغب شي واحد يدير لك عقد عمل تكون خدام قانوني باش انت مني كتبشي عند المحامي تدفعلو كتبشي عندو بعقد عامل لارور كيتلبولك المحامي يقول لك جيب لي عقد عمل وزيد عليها اللغة إلا كنت يشد اللغة تساعدك بزاف لك ساعدك تعطي مجال لمحامي كيفاش يدفع عليك كي يقول لي عندو حلول أن هذا الإنسان هو جا قلب على خدمة وخدم قانوني وكذلك تعلم اللغة الإيطالية وندامج في المجتمع فكيد فعلك بها القضية دي لأن الإنسان يدامج وتعلم اللغة ما شاء الله وخدم على راسه قانوني ماشي شي شخص اللي ماجي يدير مشاكيل ولا يخدم شي خدمة اللي ماشي هي هديك فالمحامي يقدر يساعدك في هذه النقطة هذي لك وانت يشد اللغة وعندك عقد عامل خدم قانوني فيقدر يساعدك وكذلك حتى المجد المهم هو مكاني المدارس يعني من الدخل راكيني المدارس الناس كتدخول وكتقرأ على راسها فقراء وكذلك انت مهمة انك اول دخل سواء من بعد شهر ولا شهرين ولا تلت شهر ولا عام ولا اي لا غير ذلك اركز هوي على اللغة الإيطالية وحاول على الاقل تشد الأساسيات بتعرف كيفاش تسل لك عسك من يدخل ومن يدخل تطور اللغة ديالك وما تلقاش عندك مشكل اللغة ده مهمة مهمة حتى في الخدمة حتى في الخدمة فاش كيعطوكو مدك الريجي فولطا وكتكون عندك الريجي فولطا يعني ديالك وتخدم قانوني في أغلب الشركات وفي أغلب الخدمات اللي هما زوينين وانقيين كتلقا تكيتلبو لك اللغة يعني نخصك ضروري اللغة فحاول ما امكن مهم انك عوال تعلم اللغة الإيطالية وان شاء الله كنت منه يعني يفتح شي قانون اللي هو زوين يعطيه الوريقات للمغاربة اللي هما مساكن مدوزين مدهنة هيا وما زالي ماخداش لورا كنت منه يا رب انه هو يكون شي قانون اللي يسعد المغاربة وياخدوا الوريقات ديالهم وينزلوا يشوفوا الاهل ديالهم ويشوفوا المغرب ديالهم طبيعة الحال عم توحشوا المغرب والله يسهل على كل واحد وإلا كينا شي حاجة نسيتها بطبيعة الحال حاولوا ما امكن انكم تكتبونا في التعليقات اي معلومة قد نسول عليها ونشاركها معاكم بكل صدق وبكل ما اتيتوا من قوة والسلام عليكم